وإننا نسعى الآن لتجاوز الماضي تحريك لمياه الأزمة السياسية الليبية الراكدة هكذا وصف أعلان رئيس مجلس النواب عقيل صالح الأخير عن جولة جديدة مرتقبة من المشاورات بين زعماء المجالس الثلاثة تكالا والمنفي وصالح هم المعنيون بهذه المشاورات كما أفاد الأخير وأن مكانها هو مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة وإذ لم يحدد حتى الآن موعداً لانطلاقها اكتفى رئيس البرلمان بتأكيده قرب عقادها وفي التفاصيل كشف صالح أن الهدف من هذه الخطوة هو سعي الجميع بحسب وصفه للخروج من النفق المظلم والوصول للانتخابات بعد أن شهدت الجولة السابقة نتائج قال صالح إنها ملموسة اتفق فيها على توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناطبها فضلاً عن التوافق على تشكيل حكومة موحدة صالح الذي بدأ متفائلاً هذه المرة قال إن البلاد تقطوب خطاً متسارعة للخروج من أزمتها السياسية وتنفيذ القوانين الانتخابية ودعا إلى دعم أعمال المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حديث لم يتطرق فيه صالح إلى قضية اختفاء أحد أعضاء مجلسه إبراهيم إدرسي منذ فترة قصيرة واكتفى بالقول إن البلاد تسعى حالياً لتجاوز الماضي عبر عملية انتخابية وفقاً للقانون إننا نسأل بناء الدولة عبر عملية انتخابية طبقاً للقانون وإقامة مجتمع التسامح الذي يقر فيه الحق للجميع دون تهميش أو إقصاء وعلى ما يبدو فإن صالح يحاول جاهداً إقناع الأطراف محلية كانت أم دولية بوجود مفاوضات جدية يكون هو حجرها الأساس بعيداً عن مبادرة المبعوث الأممي المستقيل عبدالله باتيلي وتضاع نائبته ستيفاني خوري أمام أمر واقع يلزمها بالتأقلم معه خلال الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر